نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أهد بداع بيننا وبينكم الجنائب هل من شروط للهجر وما هي موانعه وفي حق من يكون كيف يقول هل من شروط للهجر وما هي موانعه وفي حق من يكون أقول أنا قرقل وقال غيري أن الحجر ينبني على المصلح وحتى شيخ الإسلام المتيمية قال هذا إن كانت المصلحة في الهجر المصلحة مصلحة الدعوة إن كانت في الهجر فعل وإن لم تكن مصلحة في الهجر فلوضع أعرض عن هؤلاء يعني لا تجلس معهم لا تراحكهم لا ترسط معهم لا تنبسط إليهم لكن لو جاء أحد وسلم عليك سلم عليك لو وجدت جماعة وجدت أحد منهم بين هؤلاء الجماعة سلم عليك النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الكفار وكان يكلمهم ويكلمون أليس قال جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالساً في المسجد أتاه الوليد بن المغيرة فقال له يا ابن أخي إنك أتيت ضومك بشيء لم يأتي به رجل قومه إنك سبهت أحلامهم وشتمت آباءهم وعبت آلهتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت تريد بقولك هذا تريد به إلا أهزوجناك عشراً من بناتنا من أجمل بناتنا وإن كنت تريد به ما لن جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به جاءاً سوّلناك علينا حتى لا نقضى أموراً دونك فقال له أكملت يا أم قال نعم أو كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون إلى أنبلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاحكة مثل صاحكة عاد وثمود فأخذ بفيه ونشده الرحيم فسكت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم المسلكين والمسلكين يكلمونه لكن الأمر بهجر يعني المسلمين المبتدعين الذين مخرجوا من الإسلام الأمر بهجرهم إنما هو ليش يعني يشعروا بالوحدة وغضب المسلمين عليهم فيعودوا ويتركوا ماهم عليه فإن كانت المصلحة في هجرهم هجروا وإن كان هجرهم لا يترتب عليه مصلحة بل يزيدون في العناد فلا يحكم اتركهم تُعرض عنهم بس أنك لا تنبثت إليهم نعم نعم والله سبحانه وتعالى يقول آه الآية ما على الذين يتكون من حسابهم من شيء العاية يعني من يحفظ العاية الجماعة وما على الذين يتكون من حسابهم من شيء أيوة يعني أن إذا كان الإنسان عاملاً بالشيء في نفسه عاملاً به بالحق في نفسه وخلفه أناس من أهل الباطل فإنه ما عليه منهم هو يتق الله في نفسه نعم ولا عليه من هؤلاء الفجرة نعم اللهم صلى الله عليه يقول الهجر الآن على السلفيين نعم نعم هم يطبقون الهجر على السلفيين أقول الهجر كما قلت له يقول الحقيقة أن بعض السلفيين يبالغون يعني لو وجدوا من الواحد شيء قليل يأتون بأشياء ما 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 ينبغي نعم فهذا يعني الغلوة هذا أو الزيادة هذه هي التي تسبب يعني هذا الشيء الذي يحصل والقلال بين السلفيين وينبغي التوسط بين الأمرين بدون غلو وبدون تنميع